توقعت صحيفة يديعوت أحرانوت أن يلحق كل من رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي ورئيس الشباك رونين باربي رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية المستقيل أهرون خليفة وقالت إن استقالتيهما تقتربان وأوضحت الصحيفة أن استقالة خليفة لم تدخل حيز التنفيذ بعد انتظاراً لاختيار من سوف يخلفه مضيفة أن هناك مشكلة أساسية بشأن اختيار الشخصيات التي سوف تخلف قادة الجيش ورئاسة الأركان العامة والشباك إذ أن القادة الجددة كانوا في مناصب ينسب إليها الإخفاق أيضاً ويعدون جزءاً من الفشل وفي الأشهر القليلة الماضية لم تتوقف التقارير عن قرب استقالة قادة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الذين يتحملون مسؤولية الفشل في صد هجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر